يابنا نعمل صورة موقفني في الجوازات واقل غنيم رجع من تاني يثير الجدل وشكله كده مش هيجبها البر واقل غنيم واحد من ابرز المحردين على صورة يناير اللي اسقاطت الرئيس مبارك بيكشف كواليس رجوعه من الولايات المتحدة لمصر بعد غياب تسع سنين وتفاصيل توقيفه في المطار قائلا يابنا نعمل صورة موقفني في الجوازات واقل غنيم كان معروف بكره للسيسي لفترة طويلة وده كان بيظهر في العفات بيطلع فيها لكن مرة واحدة تحول لمؤيد للنظام لغاية ما ظهر في آخر لايف بينتقد فيه اللي حصل معاه في المطار وبيتكلم عن الشرطة بشكل مش حلو يا ترى ايه سبب التحول المستمر لموقف واقل غنيم وهل هو تغيير حقيقي لموقفه ولا مجرد انه عايز يركب التريند اللي ما يعرفش مين واقل غنيم ده واحد من اشهر اللي حرده على صورة يناير وكان ليه دور كبير فيها واتقبض عليه في احداث الصورة وخرج تاني واقل اتولد في مصر واتربى في السعودية كان متجوز امريكية وطلقها كان اسكى شاب عربي ونجم شركة جوجل بس مرة واحدة ظهر وهو مدمن وشكله غريب طلق مراته بقى عاطل تفتكروا ايه اللي حصل وايه اللي خلاه وصل للصورة دي واقل وهو صغير ابوه قرر يسافر السعودية يشتغل هناك بعد ما رجعوا مصر واقل جاب 97% ودخل كلية الهندسة جمعة القاهرة رغم انه ما كانش بياخد دروس غير في الرياضة والكيميا وهو في الكلية بدأ يشتغل وبالفعل اشتغل شغلانتين الاولى في محل الالعاب كومبيوتر والتانية مطور مواقع على الانترنت اتخرج سنة 2004 واشتغل مهندس كومبيوتر رسمي وكان عبقاري بالمعنى الحرفي للكلمة لدرجة انه اشتغل في جوجل وهو عمره 28 سنة وبقى المدير التنفيذي للتسويق في جوجل لغاية هنا واقل غنيم ما كانش لي في السياسة خالص وكان بيحب جمال مبارك وشايف انه الامل الوحيد باعتبره شاب وفاهم دماغهم وحيخلصهم من نظام الحكم اول دخول سياسي ليه كان في 2010 لم عمل صفحة لدعم البردعي بس ده كان بشكل سري ومش اهل انه هو صاحبها لانه كان خايف على امراته وعياله وكان عنده فوبيا من امن الدولة بعدها عمل صفحة اسمها كلنا خالد سعيد وقلب مصر في 25 يناير واعتقلوه لمدة 11 يوم لغاية ما عمر سليمان خرجوه ظهر بعد 30 يونيا وشكله بقى غريب وماسك سجارة وطلق مراته بقى عاطل وبعد كده اعلن انه تاب وبقى مواطن صالح والغنيم ظهر في اول لايف ليه بعد غياب 9 سنين في امريكا ظهر بعد رجوعه في مصر في لايف بعنوان في حب مصر بيحكي فيه عن كواليس رجوعه ازاي تعمله معه في المطار وايل قال انه رجع في طيارة طبعة لشركة مصر للطيران واستغرب انه وقفوه في الجوازات وقال له يا ابني انا عامل ثورة انت موقفني ليه في الجوازات شايف انه ماينفعش قائد ثورة يقف كده زي وزي الناس العادية وقال انه تفتش بشكل مهين جدا لدرجة ان الزابط تفتش ملابسه الداخلية وده اغضب واقل جدا وقال في لايف انا صحيح بقى لي 9 سنين برا مصر بس انا عارف ومتأكد ان هل لو محمود السيسي هو اللي معدي تقدر تقول له فيه تفتيش طبعا انت عارف وكلنا عارفين لو عملت كده حيبقى مكانك فين يا بتاع اللوايح والقوانين وقال كمان ان الدولة بعت وراه مخبر في المطعم اللي كان بياكل فيه ولما اتصل وسأل عنه وانه فيه راجل غريب ملازمني في كل حتة قالوله ده لحميتك فرد واقل غنيم بس انا ما طلبتش حماية يبقى ده لمرقبتي مش لحميتي واقل غنيم اثار الجدل قبل كده بخصوص انتقاده لوضع صورة الرئيس في كل مكان وقال انا بحب الرئيس بس كفاية صور واكد في نهاية اللايف على حبه للرئيس السيسي واقل غنيم حزف اللايف تاني بعد ما نزله تفتكروا ايه السبب هل جاله تهديد ولا هو اللي حزفه بنفسه بسبب فوبيا امن الدولة اللي عنده ده هيبان في الفترة اللي جاية